ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف عالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين صراحة مو عارف كيف افتح الموضوع معاكم بس المسلسل يا جماعة مره عادي مره عادي يعني اذا انت تحب الفنتازية والخيال والعوالم الخيالية بشكل عام ممكن يعجبك ممكن يعجبك بس ما اقدر اوعدك بشي صراحة وعن نفسي شخصيا من اللحظة اللي شفت فيها الاعلان وانا ما كنت متطمن على كل حال المراجعة بتكون بدون حرق للاحداث ثوان كنت متابع للمسلسل او لسه ما تابعته قليك معنا الى نهاية الفيديو فقط راح تكلم عن الايجابيات والسلبيات اللي شفتها في المسلسل فهيا نبدأ اسم المسلسل كورست والترجمة الحرفية لاسم المسلسل هي الشيء الملعون او الملعونة مش ملعون يعني واحد قال له يا ملعون ولا ملعونة لا المقصود هنا شخص عنده لعنة سحر او شي زي كذا ونتفليكس اختارت اسم سيدة البحيرة كاسم عربي للمسلسل على كل حال سيدة البحيرة او الملعونة او الملعون كلا الاسمين لايقين عن المسلسل وقصته وحقيقة يا جماعة مثل ما قلت لكم اول ما شفت الاعلان تبع المسلسل حسيت انه في شي خطأ واكبر خطأ لاحظته هو اختيار الممثلة كاثرين انا ما اعرف اذا في احد بيتفق معايا في هالشيء او لا ولكن من وجهة نظري ما اشوف انها كانت الخيار الصحيح لبطولة المسلسل نهائيا اداءها ما هو سيء كتمثيل هي ممثلة تعرف تمثل بس انه الدور ما هو لايق عليها يعني ما عليش يا جماعة مو معقول اجيب واحد نحيف زي كذا او انحف مني واقول له يلا نبغاك تمثل دور سوبرمان القادم هينفع ما يجي وما ينفع كمان تجيب واحد شوية وزنه زي وتقول له يلا نبغاك تمثل دور كابتن امريكا او الملاكن محمد كلاي ما ينفع نفس الشيء هذا صاير مع الممثلة هذه ما هو لايق عليها الدور يعني فعليا اتوقع لو تم اختيار ممثلة ثانية بصفات ثانية كان من الممكن هالشيء يرفع من قيمة المسلسل لو شيء بسيط لانه فعلا يا جماعة كاثرين فوادي والدور فوادي واحسها تصل احتمثل في اي اعمال ثانية عادي رومانسية واعمال كوميدية خفيفة رعب غموض اي شيء ممكن تقدر تقدمه عادي والممثلة كويسة ما علي خلاف لكن شخصية خيالية ومقاتلة تمتطل احصنة وتبارز بالسيوف لا في شيء غلط والاسوأ من هذا كله بناء شخصيتها ما خدم دورها بالشكل المطلوب داخل المسلسل هذا بالنسبة لرأيي عن بطلة المسلسل المسلسل مأخوض من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فرانك ميلر وهو المعروف عن كتابته لعدة افلام مشهورة مثل سنسيتي وثري هندرد وبرضو شارك معاه في كتابة الرواية الكاتب توماس ويلر توماس ويلر يا جماعة ما عنده عمال كثيرة للامانة ولكن اشهرها يمكن فيلم الانيميشن بوس ان بوتس وتقييم تقريبا 6 من 10 حتى الرواية ما كانت تقييمها جيد وحصلت على انتقادات سلبية كثيرة نوعا ما مسلبية مرة بس يعني ما اشاد عليها الناس كثير اما بالنسبة لقصة المسلسل فالقصة تجسد الاسطورة الارثرية ولكن بلمسة اضافية من شخصية اسمها نيموي وهي الشابة المراهقة ذات الموهبة الغامضة اللي بعد وفاة والدتها تحصل على سيف قوي ونادر وغامض وشيطاني وتوصيها امها انها تسلم هذا السيف الى شخص ما لازم لهذا الشخص بالتحديد وإلا راح تقع حرب كبرى قد لا يكون لها نهاية فعلى مدار رحلتها لتسليم هذا السيف نيموي تواجه العديد من المصاعب والمشاكل وتكون بعض الصداقات مع البشر وغيرهم من المخلوقات المسلسل خيالي فلذلك راح تشوفون مخلوقات غير البشر جن شياطين ضلال افاعي وغيرهم والكنيسة كمان لها دور كبير في المسلسل من ناحية التعصب الديني ومن هذا الكلام وجشع الانسان للسلطة والقتل والحروب برضو جزء لا يتجزأ من هذا العالم والسحر والشعوذة والاشباح كمان حاضرين واشياء خيالية ثانية كمان هذا بالنسبة للقصة بشكل مختصر وما بتكلم عن بناء القصة بخليكم انتو تحكموا بانفسكم او تشاركون رأيكم في التعليقات اذا تابعتم المسلسل او اذا بتتابعوه بعدين الاخراج والتصوير بشكل عام جميل والمؤثرات البصرية برضو ممتازة ويمكن تلاحظون بعض المشاهد كانت تخلوا من الواقعية الى احد كبير وكان بالامكان تحسينها واخراجها بشكل افضل الازياء والميكب وتصميمه لحوش والمخلوقات او كل شيء يعني يحتاج له ميكب كان ممتاز ولا على الاخلاف ووقع التصوير في لحظات تحسها مرة بطلة وفيها متعة بصرية جميلة بالذات المشاهد والمؤثرات البصرية والسحرية اللي كانت في بداية المسلسل كانت مرة ابداع ومريحة للعين وفيه مشاهد ثانية او لحظات ثانية حس انك كانت قاعد تتابع مسرحية الخلفية وبعض العناصر في المشاهد تحسها كأنها منفصلة عن المشهد بطريقة غير واقعية ومربكة نوعا ما المشاهد القتالية جدا عادية ولا فيها اي ابتكار قعقعة سيوف كالمعتاد وشوية رؤوس تتطير ودماء تتناثر ما في شيء مبتكر الموسيقى التصويرية حلوة للامانة عجبتني وموسيقى البداية او اغنية البداية جميلة وهي من محاسن المسلسل القليلة برضو للامانة اما بالنسبة للتمثيل مثل ما قلت لكم كاثرين حاولت سوت اللي عليها ولكن الدور اصلا ما هو لايق عليها من البداية وطالما ان الدور ما هو لايق عليها معناته تمثيلها ما راح يكون بالشكل المطلوب ودود افعالها ضعيفة نوعا ما والمشاهد القتالية تبعها تحسها تتحرك بصعوبة وبشكل غير جيد وهذا كله اصلا مترتب على بناء شخصيتها واختيارهم لها من الاساس اما بالنسبة لغوستوف كان اداؤه جدا ممتاز والدور كان مناسب له حقيقة ويمكن معظمكم يعرفونه عن دوره في مسلسل فيكينج لشخصية فلوكي ما راح اقول لكم وش دوره في هالمسلسل بالتحديد اكتشفوا بانفسكم ولكن للامانة اداؤه كان ممتاز وهو احد عناصر قوة المسلسل القليلة وانا متأكد انه هذا ما كان كامل اداؤه احس انه كان يقدر يقدم اكتر من كذا ولكن القصة والشخصية وبناءها ما خدمته برضو باقي الممثلين بشكل عام ما عليهم خلاف وحقيقة شد انتباهي اداء ممثلة صغيرة وتعتبر نجمة جديدة اسمها ايميلي كوتس دورها في المسلسل يا جماعة مرة كريه وغالبا راح تكرهونها من اول مشهد بتشوفونها فيه بس للامانة دور مرة لايق عليها وقدمته بالشكل الصحيح وبرضو اشوف انه هذه الطفلة او هذه الممثلة كانت من نقاط قوة المسلسل القليلة المسلسل نازل منه موسم واحد فقط الموسم عبارة عن عشر حلقات وكل حلقة مدتها ما بين ساعة واقل من الساعة بشوية وقبل ما نختم الفيديو عشان اكون صريح معاكم قلتلكم ما كنت متوقع المسلسل نجاح كبير كنت اتمنى والله كنت اتمنى اشوف شي مرة قوي ولكن للأسف ما كل ما يشتهيه المرء ويدركه طول متابعة للمسلسل كان الملل غالبني في معظم الحلقات يعني اوكي فيه اشياء كثيرة حلوة في المسلسل غير القصة يعني كمتعة بصرية وكذا لكن كقصة ومسار الاحداث مرة ما قدرت القى نقطة انطلاق خليني اتمسك في المسلسل وللأمانة اول حلقتين تابعتهم على مضض يعني كنت مرة كذا ماني قادر انسجم معاها وقفت المسلسل وروحت نمت ورجعت كملت بعدين بس برضو ما انكر فيه لحظات تحمست فيها مع بعض الاحداث في المسلسل ولكنها جدا قليلة وعشان كمان اتأكد اني ما ظلمت المسلسل قلت يا جماعة ايش خلوني اروح اشوف تقييمات الناس ومراجعات الناس يمكن ان في شي انا مني شايف ويمكنني استعجلت في الحكم على المسلسل رحت على موقع IMDB لقيت اكثر من 300 شخص تقريبا قيموه واحد من عشرة ومعظم الاشخاص اللي قيموه واحد من عشرة كاتبين مراجعاتهم ووضحوا ايش اللي ما عجبهم في المسلسل وليش المسلسل يعتبر خيبة امل بالنسبة لهم وفي ناس قيموه 2 و 3 و 4 عادي الناس اذواق طالما انهم بيوضحوا وجهت نظرهم تجاه الشيء بس الشيء الغريب انه لقيت حوالي اكثر من 300 شخص مقيمين وعشرة من عشرة والاغرب من كذا ان معظم اللي قيموه عشرة من عشرة ما كتبوا ولا اي مراجع عنه بس قيموه ومشيوا حاجة غريبة على كل حال تقييمه مسلسل للان على موقع IMDB تقريبا 5 ونص من عشرة واحتمال يزيت واحتمال يونقص عموما ما نقدر ناخذ هذا التقييم بشكل نهائي لان عدد المقيمين ما زال قليل الى الان لما يرتفع عدد المقيمين بيظهر معانا التقييم المتوسط والاكيد اما بالنسبة لتقييمي للمسلسل فراح احتفظ بالنفسي احتراما للناس اللي يعجبهم المسلسل يعني وشافوا انه كويس المسلسل مصنف للكبار فقط ولا يصلح لمن هم دون 18 سنة وفي النهاية يا جماعة انتم اصحاب القرار تابعوا المسلسل وحكموا بانفسكم واللي همني الحين اني اعرف رأيكم انتم في هذا المسلسل اذا تابعتوه شاركوني اراكم في التعليقات ويسعدني جدا قراءتها الى هنا يا جماعة نكون وصلنا نهاية المراجعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول ولا هم من هذا كله لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين كان معكم الوجيه في امان الله